وفق مجلس النواب خلال جلسته العامة وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جاوزات السفر كما أحل المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد إلى اللجان المقتصة لدراستها وأعداد تقارير بشأنها جلسة جديدة لمجلس النواب وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإحالة تعديلات على قانوني المالية العامة وحماية المستهلك للجان المختصة لدراستها وأعداد تقارير بشأنها تضمنت الإحالات كذلك مشروعات قوانين تخص سوق رأس المال والهيئة القومية لسلامة الغذاء وتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي بها تلا ذلك الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية بشأن الخطابات الخاصة بمشروع الطاقة الذكية كما تمت الموافقة وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات الصفر وزارة الداخلية أخذت في كل القطاعات الخاصة بها بالمنظومة الرقمية والرقمنة من ضمنها جواز الصفر المصري اللي حصل عليه تعديلات كتيرة وده يتطلب استخدام خامات معينة ضد التزوير وليها معترف بها دوليا عشان كده مصر تخلع على الجمهورية الجديدة فلازم هناك يكون فيه جواز صفر يليق بها كذلك تمت الموافقة على قرار بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا هذه الاتفاقية بتتضمن 31 مادة بتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري ما بين الدولتين وكثير من الاستثمارات التي تتم مستقبلا بين الدولتين عاقب ذلك وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 500 ألف يورو تقرير المعروض هو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي وده شكل جيد ومحمود طالما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء سيكون بشكل كبير في استغلال الأمس للطاقة والاتجاه الدولة المصرية تتجه إلى الطاقات الجديدة والمتجددة وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي لإقرار مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تهدف لأحداث التنمية الشاملة وخدمة المواطن في كافة المجالات اشتركوا في القناة